السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا حبيبي. يارب تكونوا بخير وسعادة. الفيديو النهاردة ان شاء الله عن زي اقدر ازين الاطباق بتاعتنا بوردات جميلة كده من الطماطم. آآ هنشوف مع بعض. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ادي عندي الطماطم. بدناقي وحدات كده من الطماطم بتكون آآ جامدة شوية. ما تكون شطرية. وبتخسليها وبتبدأي بزكينة رفعية زي ما انت شايفة ان احنا نمشي شرايط رفيعة كده. حوالين الطماطمية كلها لحد النهية. طبعا حجم الطماطمية هيحددلك حجم الوردة اللي انت هتعمليها. هستعمليها كبيرة قوي. هتنقي طماطمية كبيرة. كس هو بيفضل الطماطم الصغيرة بتديك وردات صغيرة شكلها جميل قوي. طبعا اللي طالع عن قلب الطماطم ده كله جمعيه في كيس في الفريزر بتقدر يتنزلي بيه في الشربة او اي حاجة. هنقدر نشوف دلوقتي بقى ايه آآ ازاي قدرى لف الوردة. لفي قرطاز كده في البداية. وقلبي صبعك فيه. خليه ايه والتحت كده. حط صبعك. وقلبي الوردة هتطلع شكلها من هنا بقى. هتلف كده حوالين بعضه. زي ما انت شايفة. سهلة جدا وبسيطة. لحد النهاية. واخر حتة بنخليها قعدة تحت الوردة من تحت. شايفين? قدرنا نعمل اهوار ده التانية. حالو بقى نعمل واحدة كمان ونزود التركيز شوية. هتقطع بالشكل ده وتلفي بالراحة. واتطلعيها رفيع مش تخينة. عشان تقدر يستحكم فيها وانت بتلفي. لفي بقى شرايط رفيعهم. وشان كده قلنا لازم التمطمية تكون ايه? جامدة شوية. التمطمية دي خضعتني وكانت فيها ايه? حتة طريقة شوية. ايه شوف بقى ركزي. بنحط كده وبنلف بنلف. اعمل زي قرطاص. هقلبه عن ناحية التانية وابدأ الف بقى وراءات الوردة بالطريقة دي. ايه رأيكم? شايفين? بتبقى قاعدة على الحتة النهاية دي. عملنا اجمل وردات. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشوف عملنا ايه بالوردات دي وزينا بيها ايه الاطباق اللي عملناها? اتمنى الفيديو البسيط الصغير ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. اه اتمنى لايك للفيديو وشير لو عجبكم. وبشكركم والى اللقاء. سوزان مقابل.